أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مبادرة جديدة تحت مسمى سجلي لتسجيل المؤسسات التي لا يستلزم نشاطها تسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر وتشمل 39 نشاطا متنوعا وقال سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مؤتمر صحفي عقده حول هذا الموضوع إن سجلي يأتي في إطار توجهات الوزارة وبدعم من لدن الحكومة الموقرة تشجيعا لمشاريع الأفراد الصغيرة وأعطائها صفة القانونية لمزاولة أعمالها حيث بادرت الوزارة بإصدار قرار بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر وأوضح أن مبادرة سجلي تمنح الفرد البحريني من أصحاب الأعمال الحرة فرصة الحصول على سجل تجاري تمكنهم وبشكل قانوني من ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون الحاجة لمحل تجاري لتكون ممارسة الأعمال التجارية أكثر مرونة وتمنحهم الصفة القانونية لأصحاب الأعمال الحرة إلى جانب إمكانية إبرام عقود عمل مع أصحاب الأعمال مع الشركات التي تشترط وجود سجل تجاري من جانب آخر تمتشين خدمة أخرى وهي خدمة الشركات الساكنة والتي تأسست عبر شركات محاما وقانونيين لتكون جاهزة لمباشرة أغراض معينة سيتم الترخيص بمزاولتها في وقت لاحق بعد التأسيس ولا يجوز لهذه الشركات مزاولة أي نشاط فترة كونها ساكنة